بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين نتحدث عن الغش الغش في البيع والشراء والمعاملة ليس من أخلاق أهل الإسلام وهو صفة مذمومة بل لعلنا نقول أن هذا الغاش لا يستحي لا من الله ولا من خلقه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا إذن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أي ليس على منهاجنا ليس على سنتنا ليس على طريقتنا هو هذا المقصود لا تعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس مننا أي ليس من المؤمنين وليس من المسلمين مسألة التكفير ليست من مسألة الهينة بل هي من أخطر المسائل لا يجوز أن نطلق الكفر على مسلم لم يعلن الكفر ولم ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة أو يستبيح حرما حتى وينتا بالمعاصي والمنكرات والأثام والذنوب ما زال مسلما وأمره إلى الله لذلك لابد أن نفطا لهذه الناحية إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا أي تعامل معنا بالغش سواء في بيعه في شرائه في مقالته في كل شيء ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة المسلمين وسنة المسلمين لذلك ينبغي أن نحذر هذه الصفة المذمومة كثير من الناس الذين لا يخافون من الله ولا يستحون من خلقه حتى يذهبون أقول بعض التجار يذهبون إلى دول الكفر إلى الصين وإلى غيرها ليستوردوا بضائع ويشترون أردى الأنواع يعني الأنواع التي لا تنفع ولكنهم يقدمون رشاوة وما إلى ذلك ويلسق على هذه البضائع أنها من الدرجة الأولى ويتنبها إلى الناس فينظر الناس في هذا الملسق ويفهمون من هذه الماركة ومن هذه العلامة أنها بضاعة من الدرجة الأولى وحقيقة الحال هي أدنى وأقل البضائع فيشترون فهذا غش أنت ستبيع هذه البضاعة وبثمن هذه البضاعة ستأكل طعاما في بطنك وستطعم عيالك من هذا الثمن الذي قبضته وليس لك في حق أنت أيها المزارع عندما تذهب إلى السوق وتأخذ خضارا وتغش في هذا الخضار وتبيعه للمسلمين أنت تسبب الضارة للمسلمين خاصة الذين يرشون الخضروات بالمبيدات الحشرية ومكتوب على هذا المبيد الحشري أن هذه الخضار لا تسوق إلى بعد عشرة أيام أو أسبوع أو كذا لكن يرشها اليوم وفي اليوم الثاني ينقلها إلى السوق يبيحها إلى المسلمين قد يسبب هذا المبيد الحشري سرطان ويسبب أمراض أنت تتحمل هذا الوزر أنت تحاسب على هذا الغش واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا إذن أنت لست على الصراط المستقيم لا تسير على سنة سيد الأولين والآخرين ولست من جماعة المسلمين لا نكفرك ولكننا نقول لك أن الرزق يأتيك من عند الله فاطلب رزقك بالحلال واطلب رزقك بالصدق واطلب رزقك بما أمر الله لك أن تطلبه به لا أن تطلبه بالطرق المعوجة وبالغش وأن تتحايل على الناس لكي تملأ جيبك حتى وإن كان من حرام فهذه الدنيا إلى زوال وحطام الدنيا إلى نهاية وكلنا إلى نهاية ونرحل من هذه الدنيا ولن نأخذ معنا لا مال ولا عيال إنما سنرحل بالأعمال فإن كانت صالحة فلنا وإن كانت سيئة فعلينا ونسأل الله السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة